لا زلت أقرأ عليكم من الكافي من كافي الكليني رضوان الله تعالى عليه في الحقيقة لا أعرف كتابا أفضل من الكافي الشريف وأتحدث عن الجزء الأول عن كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي الشريف لا أعرف بحد معلوماتي كتابا في عقيدة التوحيد أفضل من هذا الكتاب حيث اختار لنا ماذا أقول جواهر الحديث لآل الحديث إنها أحاديثهم كما وصفوا كلامهم بحسب قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور كلامكم نور هو هذا الذي جمعه الكليني رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي الشريف مثل ما قلت لكم بحدود معلوماتي و بحدود تتبعي لا أعرف كتابا أفضل من هذا الكتاب ولذا أستخرج لكم كلماتهم النورية الشريفة في أجواء التوحيد من طوايا هذا الكتاب الذي بين يدي صفحة 119 بحسب الطبعة التي أشرت إليها الحديث السادس بسنده عن أبي الحسني الموصلي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاء حبر الحبر هو عالم اليهود هو فقيه اليهود ما هو معروف في أيامنا هذه بالحاخام و ما هي بتسمية جديدة ولكنهم لا يقولون أحبار شائع في زماننا حاخامات جاء حبر جاء حاخام جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته أجابه الأمير وي لك ما كنت أعبد ربا لم أره فقال الحبر و كيف رأيت فقال الأمير وي لك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار إنها مدارك المخلوق المحدودة ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان الإمام هنا لا يتحدث عن القلوب التي هي العقول و لا يتحدث عن القلوب التي هي الوجدان صحيح العقول في مستوى من مستويات إدراكها تثبت وجود الله و تثبت وصف الكمال له و كذا القلوب التي هي بمعنى الوجدان لكن الأمير يتحدث هنا عن البصائر و البصائر هي موطن العقائد الحق سيأتينا الكلام عن هذه النقطة المهمة في الحلقات القادمة فالقلوب أيضا في الكتاب الكريم و في أحاديث العترة الطاهرة تطلق على البصائر قبل قليل قلت لكم من أن القلوب تطلق على العقول و على الوجدان و تطلق أيضا على البصائر مثل ما جاء في هذه الرواية فلما سأل الحبر اليهودي أمير المؤمنين و كيف رأيته كيف رأيت ربك سؤال الحبر اليهودي عن الكيف الذي حدثتكم عنه قبل قليل إنها حدود الأوصاف بحسب نهايات تكوين الكائن إنها خصائص طبيعته طبائع تكوينه ملابسات وعائه الزماني و المكاني قال و كيف رأيته قال ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان الإيمان ليس علما الإيمان إدراك من سنخية أخرى لا نستطيع أن نجعل الإيمان علما نعم جذور الإيمان علما لكن الإيمان حين يشرق في القلوب بحقائقه في مستوى البصيرة لا أتحدث عن العقل المجرد ولا أتحدث عن الوجدان المجرد عند الإنسان قطعا الحواس لا مدخلية لها هنا في مثل هذا الحديث الحواس مبعدة الحواس قد تكون طريقا لتأسيس قاعدة معلومات يمكننا أن نأخذ منها أمثلة حسية لتوضيح بعض المطالب المعنوية والغيبية العميقة يمكننا في بعض الأحيان وقد مر علينا كيف أن الإمام صادق جاء بمثال حسي يتحدث عن الشمس وضوئها وعدم قدرة عيوننا أن تواجه ما يصل إلينا من ضوء الشمس من دون حواجز وحواجب ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان هناك علم هناك معرفة وهناك إيمان قد يلتقي عنوان المعرفة مع عنوان الإيمان وقد يفترقان وقد يفترقان لأن الإيمان يتسامى حتى على المعرفة في معناها الأول لا في درجاتها العالية في درجاتها العالية المعرفة أعلى درجات الإيمان لكن هذه المعاني على مراتب تمييزها بحاجة إلى دقة متناهية بشكل إجمالي أقول لكم العلم صورة عن المعلوم تنطبع في الذهن تنطبع في العقل البشري قطعاً هذا المصطلح العقل قد يطلق على ذهن الإنسان والمراد من ذهن الإنسان مركز التفكير عند البشر ومجمع صور المعلومات مظهره الجسدي هو الدماخ ومظهره المعنوي طاقة العقل في روح الإنسان حين أتحدث عن مظهره المعنوي بالقياس إلى المظهر الحسي المادي وإلا فإن الروح ما هي بحقيقة معنوية مجردة المعنويات منها ما هو مجرد ومنها ما هو ليس بمجرد الروح تتواصل مع الجسد بحيثية من الحيثيات لا أريد أن أدخل في تشعبات الحديث هذا فهذا كلام سيطول أعود إلى العلم فالعلم صورة عن المعلوم تنطبع في الذهن قلت لكم قد يطلق العقل على الذهن البشري وقد يطلق على تمام قدرة الإنسان الإدراكية بما فيها ما يدركه الإنسان بحواسه وما يدركه الإنسان بوجدانه وحتى إذا ما ترقل إنسان وكان من أصحاب البصيرة فما يدركه ببصيرته يكون يكون منضويا تحت عنوان العقل وهذا الاستعمال ورد في الكتاب الكريمي وورد في أحاديث العترة الطاهرة فالعقل يطلق على الذهن على طاقة التفكير في الروح التي تتجسد في الدماغ في دماغ الإنسان مثلما طاقة الوجدان في الروح تتجسد بالقلب الذي يكون محفوظا في القفص الصدري أنا لا أريد أن أذهب إلى تفاصيل خلقة الإنسان لكن العقل يطلق على الذهن البشري ويطلق على تمام القدرة الإدراكية بما فيها ما هو في الذهن البشري ما هو في الوجدان البشري وما يدركه الإنسان عبر حواسه هناك ما يسمى بالحس المشترك أيضا هذه العناوين والمصطلحات منها ما هو فلسفي محط ومنها ما هو عرفاني محط ومنها ما هو قرآني وما هو حديثي وقد تلتبس الأمور إن لم أوضح هذه المصطلحات لكنني سأبينها بشكل تدريجي عبر الحلقات التي سأعرض فيها هذه الصحيفة أعني الصحيفة الخامسة فالعقل قد يطلق على الذهن البشري وقد يطلق على قدرة الإدراك التي تجتمل على الذهن البشري والوجدان وما يدركه بالحواس وقد يطلق كذلك على البصيرة لوحدها ويطلق القلب أيضا على البصيرة لوحدها وقد يطلق العقل على ما تقدم من قدرة الإدراك عند الإنسان بالإضافة إلى البصيرة إذا كان ممن وفق للحصول على البصيرة فهذا هو العلم الذي يدرك عبر الذهن البشري وأما المعرفة المعرفة انطباع لصور المعلوم في مستوى واحد من الإدراك والفاعلية والتأثير في العقل والقلب في الذهن والقلب حينما تنطبع الصورة في العقل في الذهن البشري بمستوى معين وتنطبع بنفسها في وجدان الإنسان بنفس المستوى الذي انطبعت به في ذهنه وحدث التمازج والتفاعل الإنساني الوجداني مع تلك الصورة تلك هي المعرفة والشيعي العارف بإمام زمانه ليس هو الذي انطبعت المعلومات في ذهنه عن إمام زمانه وإنما هو الذي انطبعت المعلومات في ذهنه أولا بمستوى من المستويات بحسب منزلة ذلك الشيعي وبحسب القدرات والمواهب التي يمتلكها وانطبعت في وجدانه صورة تنطبع في العقل وفي القلب تلك هي المعرفة الإيمان في درجاته الأولى يتطابق مع المعرفة ولكن حين يرتقي سيكون الإدراك بقوة أخرى فالمعرفة تدرك بالإدراك العام عند الإنسان من خلال التمازج بين مدركات العقل والقلب ومدركات القلب أما الإيمان في بداياته الأولى سيكون معرفة ولكن إذا ما ترقى فإن الإدراك سينتقل من دائرة الذهن والقلب والوجدان إلى دائرة البصيرة والبصيرة شيء آخر ولذا نجد في رواياتنا وأحاديثنا من إدراك للعقائد بالأوهام ومن عدم إدراك للعقائد بالأوهام الأوهام التي تدرك بها العقائد وتتفاعل معها هي أوهام البصائر أما الأوهام التي لا يمكن أن تكون صحيحة هي أوهام قوة الإدراك البشري ما بين ذهنه ووجدانه وحواسه الأوهام في هذا المستوى لا نستطيع أن نتواصل معها لإدراك عقائدنا بينما الأوهام التي هي في مستوى البصائر يمكننا أن نتواصل معها وهذا موجود في أدعيتنا وسنمر عليه اضطررت للحديث عن هذه العناوين كي أفرق لكم فيما بينها لأنها سترد كثيرا في الروايات والأحاديث التي سأتلوها عليكم في هذه الصحيفة أتحدث عن الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة والعنوان شؤون عقيدة التوحيد أنا لا أتحدث عن شؤون الله أتحدث عن شؤون عقيدة التوحيد التوحيد عقيدة فكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط وهذا ما أفعله بين أيديكم بشكل نظري وعملي أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم إمامنا أصادق يحدثنا عن حبر يهودي جاء إلى الأمير يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدت ويلك الأمير يقول صلوات الله عليه ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره الحبر يقول وكيف رأيته الأمير يقول ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار هذا هو عالم الأوهام الذي نرفضه أما مستوى الأوهام في عالم البصائر فذلك شأن آخر شأن مختلف جدا ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان الإمام يشير إلى مستوى الإدراك في عالم البصيرة في عالم البصائر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر